أهلا بك محمد أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى هذا الموعد المحلي نستهله بشأنية الأمني حيث حجزت مصالحه والشرطة القضائية بالأمن الحضارية الثاني في عمليتين نوعيتين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1152 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد بتورط أحد الأشخاص في قضية بيع المشروبات الكحولية بمنزله الخاص الكائن بعاصمة الولاية إلى ولاية عناب الآن وبعد مروري أزيد من شهر عن مقتل الشاب بابوري خالد من بلدية برحال على يدي الشرطة البلجيكية بتهمة اعتدائه على شرطيتين بواسطة ساتور في شارع شارلوروة والذي سبق وأن زهرت كاميرا النهار منزله خرج اليوم صباحة اليوم أقول أفراد عائلته وسكان الحي في مسيرة سلمية جابت أحياء بلدية برحال وصولا إلى مقر البلدية المحتجون طالبوا وزارة الخالجية في التعجيل في نقل جتة خالد إلى أرض الوطن عبد الناصر قلال رصد التالي جيبنا ولدنا ولجراءات لأخرى دولها اللي تكفل بها نمانا ويمطلب قدمت أولدي بسي ما يروحش هكاك غادر يعني الدولات يعني تدخل بي تجيب لي حق أولدي خطرها أولدي ومات ظلم هكاك ما ندار حد شي وما يقول لك لازم الوزارة القارجية هذي تعطينا الوكي بي ندخله الكونسيلة والمباساد يقولوا كي ما هك وإحنا فاتمنا هبطناه هب حولناه من السبطار للسبطار للمطار تعبريكسيل وذركة وفي اللامور رانا مشويا عليها ندفنوه هنا في أرض ومن بعد يبقى الملف مفتوح هذي كحاجة تسمى تاعدول هذي كانت حقه تسمى ما يروحش نطلبوا بركة ينا يومها في الدار تخرج على الساعتين على الثلاثة الصباح نحوسوا على ولدنا بابوري خالد يجينا وفريات هذا مكان الشعب بالرحال كومبلي محروق عليه أمه بابه والديه والذكرته كل محروق عليه فنتروها كاملة محروق عليه مسيرة سلمية باش نطلبوا سلطة الجزارية بنقل جتمان خونة خالد سلطة البلجيكية تخطي إجراءات تاحلاز ما ومن بينها النايب العام يأمر بنقل جتمان بابوري خالد إلى ولاية ميلا حيث تواجه مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري مستقبلا مجهولا بسبب توفر علاقتها مع عمالها وهذا رغم غياب الظروف الملائمة للعمل سوفيان بوعون يفصل في الموضوع يشتكي عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضار وشبه الحضار في ميلة من الوضع المهني غير ملائم مما جعلهم يصطدمون بإدارة مؤسسة مطالبين بحقوقهم والاحتكام للقانون إضافة للألبسة البالية التي يتسلمونها والأجر القاعدية الزهيدة المعتمد محليا حسبهم وافتقار المؤسسة لمكان خاص لركن الحافلات يواجه السواق يوميا متعب افتقار المدينة لمواقف عمومية تطبيق لتعليمات وزارة النقل القاضية بالالتزام بالعام 6 ساعات وأربعان دقيقة الزمن الجميع وفقها وفيما يتعلق بمطالب أخرى إدارة مؤسسة العمومية للنقل الحضاري والشبه الحضاري لولاية ميلة لنتسلم أي مطالب أخرى تشديد لهجة العمال أمام المطالب المتعددة تجعل إدارة المؤسسة مجبارة على التحرك لضمان استمرار التوازن المالي للمؤسسة العمومية وصلنا مشاهدين لختم هذه الجولة المحلية عود إليك محمد